أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى لعبة فريق 2008 اتنين من نجوم فريق 2008 ما شاء الله المتقلقين في هذا الموسم مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر للنشئين نبتدي بحمزة عبد الكريم منهارنا حمزة مرحبا شكرا أخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس أول مرة معنا في قناة الأهلي؟ أه حمد لله أيضا بلال محمد عطية أيضا واحد من نجوم فريق 2008 منهارنا بلال مرحبا شكرا أخبارك ايه؟ الحمد لله تماما على معتقد أنت مش أول مرة معنا تاني مرة تاني مرة منوارنا بلال نبتدي بحمزة حمزة عايزك تعرف الناس بمركزك ومضمت لنادي الأهلي بقى لك كم سنة من ضمن لنادي الأهلي بقى لعب راس حربة مهاجم وبيل في النادي الأهلي أربع سنين جيت سنة 2020 كان ساعتها كانت اختبارات مع الكابتن وثامة زاكي في النادي الأهلي مدية ناصر اه ايو والذي اختارك الكابتن وثامة زاكي في الاختبارات اه وبعد كده في النادي الأهلي ميلي مرانك في النادي الأهلي خلال أربع سنين كان أول سنة كابتن وثامة وبعدين كابتن أحمد صديق وثالث سنة كان فيه كذا تغيير في المدربين بس بدأنا بالكابتن علاء وكابتن تامر طلعت وكابتن تامر حسن والسنة دي كابتن محمود بايومي أبرز المدربين اللي تعلمت منهم طبعا كل مدرب بيبقى ليه طريقة لعب وبيدينا نصايح نستفيد منها بس معظم النصايح اللي انت تلعب وانت وثق من نفسك وتلعب وانت مستريح لتقدر أحسن حاجة عندك كويس السنة دي ما شاء الله كام هدف في الدور واحد وعشرين واحد وعشرين هدف ما شاء الله منافسة قوية عندكم في 2008 طيب نروح لبلال بلال ما شاء الله بقى لك كم سنة في الناد الأهلي بقى ليه من 2014 عشر سنين عشر سنين ومركزك برضو عشان الجماهير اللي تفرج علينا صانع العاب صانع العاب ده يعني زي محمد مجدي أفشا زي إمام عشور ممكن مركز تمانية أو عشر صح كده ايه صح المدربين اللي مروا عليك في العشر سنين يا بلال كابتن تامر حفني وكابتن محمد السيد وكابتن تامر بيجاتو وكابتن وصامة زكي وكابتن أحمد صديق وكابتن علاء عبدو وكابتن محمود بايوم مين بقى اللي اختارك في أول يوم وروحت اختبرت وأنا عارف الكصة والموضوع وانت كنت ما كانش فيه اختبارات سنك في الناد الأهلي وعدت تعايت عايزة أدخل لاختبارات ودخلوك وقتها وقبلت وكنت أصغر من الفريق اللي انت اللي بتلعب معاه دخلت ما كانش فيه اختبارات 2008 ولا 2007 ودخلت اختبارات 2006 وتقبلت خمس اختبارات واللي اخترني الكابتن محمد عظيمة وكابتن ياسر ريا كابتن محمد عظيمة وكابتن ياسر ريا السنة دي ما شاء الله انت كم هدف في الدور 24 هدف فيه منافسة قوية حمزة وبلال في المطشاط انت بتلعب المطشاط بتحط في بالك ان انا عبنافس على هداف الدور وعايزة تجيب اهداف ولا دايما انا اهداف عشان صالح الفرقة لا اكيد عن اللي صالح الفرقة وبتلعب عشان المكسب طبعا والاهداف بتيجي بس الهدف الرئيسي بيبلحنا نطلع ملعب عاملين اداء مبسوطين منه وفايزين يعني عايزين نعرض اهداف يا شباب طيب ده انت تبدأتوا معنا بمنتخب مصر ده حمزة هدف كان في منتخب ايه كان ضد المغرب ده في بطولة شمال افريقيا صح اه ايه بعد كده ده مبرامة عن نادي الاهلي اه ده جون بلاي طب قولينا قولينا يا بلاي تكلمونا على الهداف الحلوة دي هدف في لفينا اه ده حمزة اه ده كان ضد سموحة ضد سموحة ضد سموحة اه اه يا عيني ايه الهداف الحلوة دي حلوة المتابعة وانت مقاري اللعبة وتيجي ومحضر نفسك ده كان في سموحة اه وده هدف لمين اللي فينا برضو ده حمزة برضو اه اه مهمة اول ان المهاجم مع حمزة يبقى مميز بضروات الرأس اكيد طيب خلينا هما بعرضونا دلوقتي اهداف حمزة كلمنا على الهدف ده حمزة هدف برضو الهداف الحلوة اه اللي عملهولي زياد ايوب اه كان ماتش دايق اه بس اه يعني اللعبة العدوية هو اللعبة للزياد وبعدين اما جات لي الكرة استنمت روش رجون الاستلام حلو الاستلام فتح لك الرؤية السن ده ما شاء الله كمان انت ما شطش اي حاجة بوش رجلك تنتركنها ببطن رجلك في زوال بعيدة اه يعني حدطها بمعلامة زي ما اقول بباراة الاهل واسوان ده اه اه وزي جوندن برضو في اسوان ده برجلك صح ما شاء الله طلعت جنب علي فوقل برجلك احلى هدف احرصتوا السنة دي في الدوري كان ايها حمزة كان ياما سموحة اه اه ياما ديد فيوتر ديد فيوتر ده هدف لمن ده بلال كلمنا بقى بلال عن اهدافك الحلوة دي كمان هستلمتها بيميني وحطتها في شمال دي جوند تعادل اه واجبت جوند الماكساب برضو فاخر دي ديد فيوتر ديد فيوتر اهداف كلها حلوة اهداف فعلا بتنم ان احنا عندنا موهبتين كبار ان شاء الله نشوفهم قريب في الدرجة الاولى ان شاء الله الف سلام ده ايه الاصابة دي ده في موتش المغرب وقعت كده على ايدي فعلا مباراة المغرب اه عايزين نتكلم عن بطولة شمال افريق ما شاء الله انتو لعنتوها يعني من فترة قريبة مع كابتين احمد الكاس وكابتين احمد الكاس فعلا واحد من المدربين الكبار ده هدف ده هدف بلال ده بمباراة الاسماعيلي صح؟ اسماعيلي هناك اه اسماعيلي في اسماعيلية اي مباراة الاهلي والاسماعيلي بتو بمباراة فيها جماهير وندية وكوة بلال ده موتش ده كسبناه ستة كسبتوه كام؟ ستة ستة في اسماعيلي اه حلو اوي ده جوني في الماولين ده احسن جوني لها السنة دي السنة دي احلى هدف ليك كان في الماولين العرب يا ولد عمل زي اهداف كابتين وحمود الخطيب في المارسة التونسي وده جوني في لس تسعين ده جوني الماكسا ده في الثواني الاخيرة عندنا وفي الماولين العرب انا شاف هنا احتفالية كبيرة والبودلة والاساسيين والعمال وكله ده جوني في الاسماعيلي هناك برضو ده ارباح اورا لي ببارات قوية الاهلي والاسماعيلي طب عايز اتكلم عن طيب ما ده ماشاء الله احنا عندنا ماتيريا لو اهداف كتير هذا configuration ده كان في الاسماعيلي عندنا انت جايب كم هدف الاسماعيلي جايب ارباح عندنا واثنين عنده جايب ستة اهداف السنة دي في الاسماعيلي ماشاء الله اه احلى هدف ليه كان هدف الماولين الماولين هناك عنده اللي انت خدتها شطاء على الطائر دي جاهز نفسه عم زي هدف زي هدف حمزة اللي عملها دابل كيك في كان مباراة سموحة داخل اسماعيل طيب عايز اكلمك يا بلال عن منتخب مصر وكان تجمع مع الكابتين احمد الكاس وكابتين احمد الكاس واحد من المدربين الكبار في الكرة المصرية وانتوا ما تفرجتوش عليه لكن الكابتين احمد الكاس كان نجم كبير وكان واحد من المواهب في الكرة المصرية وانتوا رايحين البطولة دي استعدتو ازاي ليها انت عندك تكلم على تونس المغرب الجزائر ليبيا مصر بطولة قوية اكيد احنا بدأنا الاول قبل من سافر عملنا معسكرات والمعسكرات دي يعني كنا مركزين فاوي عشان البطولة واخر معسكر كان قبل البطولة تقريبا بخمسة ايام وطلقنا على طول من المعسكر على الصفر وطبعا الكابتين احمد الكاس يعني مش مدارب بس ده بيقعد معانا على طول في القوضة وبيضحك معانا وبيوزر معانا صورتك معكبتين احمد الكاس وبيفضل يتكلم معانا يعني ان احنا ما ننسل ما نخافش ونبقى كلنا على قلب رجل واحد واللي هو واحد عدد تاني يعني يغطيه احنا ما نحن 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 ن